السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مدرس جديد طريق عمل Root G7 Prime G610F نظام نوغات 7.0 كما يكون شايفين ما في برنامج Root بالجهاز أبدا بعدها راح ندخل على الضبط فقال قفل الشركة المصنعة الضبط حول الهاتف معلومات البرنامج اكدوا اصدرنا اندرويد 7.0 ثم نضغط على رقم اصدار الخيارات المطور ونرجع للخلف مرة ثانية نضغط على خيارات المطور ونضغط على الغقف الشركة المصنعة وتفعيل بهالدرس الروت سيكون لازم اعمل نسخة احتياطية لانه راح يحزف كل شي بالجهاز بعدين سنطف الجهاز ولازم يكون لدينا فلاشة OTG ننسخ عليها ملف الروت ننسخ ملف الروت ونضغطه بالفلاشة OTG لصبت وبعدين راح نستخرج برنامج الودين ونستخرج برنامج او ملف الريكاوري ونفتح برنامج الودين وبخانة A B او BDA حسب الودين ونختار ملف الريكاوري اللي استخرجنا مسبقا بعدين ننجي على الجهاز ندخل ندخل الزر خفض الصوت والقائمة والتشغيل ندخل ونوصل الجهاز المعدل بعدين ننزع كابل USB ونسحب الشريط قائمة الويب format data ونكتب yes y e s نضغط صح حاليا نعمل وضع الريكاوري نضغط back مرة ثانية ونرجع نسحب نرجع نضغط back كمان ندخل على قائمة الانستال ونوصل ونوصل flash OTG نضغط على select store ونختار USB OTG اوكي برنامج الroot كما يكن شايفينه حملنا مسبقا نضغط عليه ونسحب الشريط ترجمة نانسي قنقر فенить حید ان احمل بان فرود احمد نفسك نشف والهاتي منذ فرود نضغط على الريبوت سيستم ونسحب الشرط ترجمة نانسي قنقر 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 اتري اتري ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر